بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي ومازالت مسيرتنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتفرج على حياتنا لما يشملها نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسير معانا حضرة النبي عشان نفرجنا على مواطن جديدة ومعاني فريدة ممكن نشوفها في حياتنا لما نمشي مع حضرة النبي في سيرته تعالوا نشوف النهاردة عندنا موقف من المواقف المهمة جدا في سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ممكن يمر عليه مرور الكرام لكن احنا لازم نقف عشان نعرف السر في سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تخدنا إلى اليسر ومنه إلى السرور حضرة النبي كان معروف برقته في تعامله مع الأطفال وإحنا عارفين أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع أحفاده إزاي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين إزاي كان بيتعامل معهم بهذه الرقة وبهذا الجمال ومش بس كثير من الصحابة زي محمود بن ربيع وغير من الصحابة الصغار كيف كان يتعامل معهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خلونا النهاردة نشوف سورة أخرى إزاي حضرة النبي تعامل مع الأطفال في واحدة اسمها أم خالد هدي بالك بس أم خالد دي مش حد كبير أم خالد دي طفلة صغيرة وهم العرب عندهم عادة كده إن هم بيكنوا الأطفال ويكنوا الرجال والنساء على حد سواء فالطفلة دي اسمها أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص فكانت كينايتها بأبوها خالد بن سعيد بن العاص كان أبوها من الصحابة والسابقين إلى الإسلام هاجر إلى الحبشة من أذى المشركين وهناك جات بنت دي اللي اسمها إيه؟ اللي كانوها بأم خالد وانتقلوا إلى المدينة المنورة سنة سبعة عجرية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب فلما أتي بهذه الثياب ثياب فيها إيه؟ فيها خميصة سوداء حاجة كده حرير مفتخر جميل شيك جدا قال من ترون نكسوها هذه الخميصة فأسكت القوم كل واحد متمنى أنه ياخد دي من إيد حضرة النبي ولأن حضرة النبي يهديب دي إذن أنتم شايفين المجلس فيه صعابة كبار وفيه ناس كتير بس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يعمل حاجة غريبة أول قال أأتوني بأم خالد فأأتي بها يعني يجبوله أم خالد وهي جارية تحمل إلى النبي إذا دي طفلة صغيرة لزا بتتشال وهي طفلة صغيرة تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقوله أم خالد ما يفاكرة بأ كانت لسه كانت وعيا تحضرت النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عمل معه الموقف ده فلازم تكون فاكرة وإيه فاكرة مش بس ده مكتوب بالنور وبالحلاوة في قلبه فبتقوله مخالد بتقوله إيه؟ فألبسنيها بيدي أو شوف عشان الكلام اللي بقول لك إيه فألبسنيها شوف كلمة إيه؟ بيدي يعني حضرت النبي هو اللي ألبسها هذه الخميصة بيدي وقال أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي مرتين فجعل ينظروا إلى علم الخميصة كده فيها خطوط كده خطوط كده زي ما يكون الحقيقة فيها خطوط ستان كده بتلمع فلما بص الخطوط صلى الله عليه وسلم قالها إيه؟ رح بيشاور كده على الخطوط حضرت النبي وقالها إيه؟ يا أم خالد هذه سناء هذه سناء يعني إيه؟ يعني إيه سناء؟ سناء بلغة الفرس يعني حسنة يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كمان بإيه؟ بيلعبها وكمان بيدلعها وكان النبي يقول له عايز يقول له إيه؟ اللبس عليك زي الأمر في رواية بقى بتقول إن حضرت النبي إن مخالد دي وهو حضرة النبي لما جابوها لحضرة النبي متشالا قاعدت تلعب بخاتم النبوة فظاهر حضرة النبي تلعب بخاتم النبوة بين كتفيه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتعد أبوها إيه اللي أنت بتعمليه ده تحريجين مع رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم قال أبلي وأخلقي ثم قال أبلي وأخلقي العرب عارفين العبارة دي أبلي وأخليقي هو دعاء ده لها بالبقاء وأم خالد تزوجت أم خالد تزوجت بنت خالد من الزبير بن عوام أحد المبشرين من الجنة وولدت له عمر وخالدا وببارك الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عاشت طويلا عشان ألا أبلي وأخليقي يعني يطير عمرك حتى قيل لم تعش امرأة من الصحابة ما عاشت أم خالد طب ليه طيب عشان حضرت النبي دعالها تعالوا نقف هنا ونشوف هي إيه الحكاية الحكاية في الحقيقة يعني حكاية النبي الله سبحانه وتعالى جعل قلبه وجعل حياته وجعل كله وكأنه خلق من نور خلق من اللطافة خلق من رحمة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في علياء مكانته عند الله وفي عظيم ما يحمله من هموم ما يفوتش أبدا ملاطفة لطفل فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بنحط عنوان هنا ملاطفة الأطفال وإزاي حضرت النبي بيلاطف الأطفال وخاصة لو كان الطفل ده فتاة ليه طيب عشان مشاعرها ورقتها وخصائصها المختلفة عن خصائص إيه الولد إزاي هي بتحب اللبس الجميل وإزاي هي كمان بتحب كمان حالة من حالات التدليل وكان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يكرس فينا حاجة مهمة قوي إيه هي إن الطفولة قيمة خلوا الأطفال حوالينا يعلمون الجمال خلوا الأطفال حوالينا يعلمون اللطف خلوا الأطفال حوالينا يخرجون من قيودها وإزاي حضرت النبي قال له دعها دعها يعني إيه دعها تكون في حالة مودة بيني وبينها ما تحاولش تقيدها لأن انت لو قيدتها انت ممكن تكسر حاجة فيها إحنا محتاجين لها بعد كده لما تنطلق في الحياة في حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلمنا إزاي نتعامل مع الأطفال وسعوا صدركم وانت بتتعاملوا مع الأطفال ليه؟ لأن ساعة ما توسعوا صدركم وانت بتتعاملوا مع الأطفال هتوسعوا حياتكم سيبوا نفسكم مع الأطفال عشان أطفال يورركم الحياة بشكل تاني ولزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقولها سنة سنة وكأنه بيقول إن الأطفال بيورونا الجمال وكأنه بيقول له الله التوبة حلو عليكي قوي 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 ايه الأمر ده في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن احنا طول الوقت طول ما احنا عايشين مع أطفالنا لازم نكون في أقصى درجات اللطف تعالوا نشوف كده الأطفال بيقولوا الدراسات بتقول كده بتقول أن الأطفال كل ما كان في حنان ليهم في الصغر كل ما كان في احتضار ليهم في الصغر كل ما كان في ملاطفة لهم في الصغر كل ما ده أثر على اتزانهم وثبات عهويتهم وتأكيد زواتهم ومعنى كده أن كل ما قال لي الحنان في حياتهم وهم صغار كل ما بيكونوا معرضين للإهتزازات النفسية والترمات والمشاكل اللي ممكن ما تتحلش وعشان كده احنا لازم طول الوقت نبعارفين أن الأطفال دولة هم مخزون حياتنا من الحنان مخزون حياتنا من اللطف وعشان كده تعالوا نجدد علاقتنا بأطفالنا علاقتنا بأولادنا ليه طيب نجدد علاقتنا بأطفالنا عشان نجدد علاقتنا بأنفسنا احنا ساعة ما بنحل على أطفالنا وبنترطف معهم احنا بنترطف بأنفسنا لأن الأطفال دولة هم المراية اللي ممكن نشوف فيها نفسنا بشكل واضح كل ما كنت لطيفا مع الأطفال كل ما كنت من أهل الأخلاق الحسان فلازم تعرف كده الشخص اللي هو مع الأطفال بينزل من علياء مكانتي ولزيك إيه اللي حاصل فيه تدريب مهم جدا جدا إيه التدريب ده إذا كنت عايز تتواضع خليك مع الأطفال عايز تبقى حنين خليك مع الأطفال عايز تتعلم الرئة خليك مع الأطفال نعمل إيه بقى عشان نجدد حياتنا بعلاقتنا بأطفالنا أول حاجة أول ما تشوف طفل تبسم في وجهه إيه واع تكشف في وجه طفل تكشيرك في وجه الطفل ده بينعكس على قلبك بأشياء لا يعلمها إلا الله ولزيك لازم تتبسم في وجه الأطفال أمر الثاني خليك مع الأطفال لين ومرن فإيه اللي حاصل كلم الأطفال زي الكبار واطلب منهم هم محتاجين إيه فلو واحد عايز يلعب معك قل له تعالين لك فخليك مع الأطفال شويتين تلاتة تسترد الطيبة اللي جواك لأن كل ما تكون لين مع الأطفال كل ما قلبك يكون كمان لين وطيب حاجة اللي بعد كده كمان حاولوا تسمعوا الأطفال الأطفال دولا عندهم وصل بربنا وصل بربنا من عالم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حاولوا نتبنى مصطلح مهم أول مصطلح الطفل المعلم الطفل ما زال يعلم لأنه حديث وعهد بربه تعالوا نتبنى فكرة الطفل المعلم وخليك كل ما تتعامل مع طفل حاول تتعلم منه حاجة جديدة تتعلم نظرة للحياة تتعلم فكرة تتعلم إزاي هو مسامح كل ده يعود عليك بأن انت حياتك تتجدد فما رأيت شيء في الحياة يجلب السعادة ويجدد القلوب مثل صحبة طفل يا رب الهمنا دايما أن احنا نعرف قيمة أهل النور والبركة والسرور اللي هم الأطفال اللي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرته إزاي نبقى فريحين ونبقى كمان مقدارين الجمال اللي في أطفالنا يا رب جعلنا دايما نقدر من أنك علينا اللي هي منها اللي هي منها منة الطفولة كرمنا يا رب ببراءة تجعلنا دايما نحب الأطفال بعد الفاصل نلتقي بكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ونتلقى كمان عليها كل تعليقاتكم وكل تواصلكم معانا اللي بيطور من المجدنا وبيخلينا أكثر تواصلا وأكثر موجودا في حضرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأول سؤال معانا الأستاذ الأستاذ عرابي من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أبو أسراء يا شيخ عمر أهلا وسهلا يا أبو لو أنا لسه فاكر يعني أنت حضرتك أنا كنت دائما أكلمك من نانجيريا أنت لك محبين جتير في نانجيريا الله يرضى عنك ويبرك فيك ويحفظك يا سيدي أنا افتكرت افتكرت حضرتك بتشغل في البترول أيوة صح إزاي حضرتك وإزاي الصحة والأوسط أنا أول حاجة اسمح لي أن أنا أشكر بس القايمين على البرنامج الله يبرك في حضرتك الله يبرك لهم وكمة الأخلاق وكمة الاحترام والحمد لله أنا بفتح التلفزيون فالأمالية الأسرة الكريمة متلفتة حوالين التلفزيون فالحمد لله لك شعبية في نانجيريا كبيرة لا يرضى عنك لا يبرك أحدا لكم يا رب ويحفظكم يا رب ويديموا عليكم الخير ويبركة وكويس أنت بترمضان في مصر طبعا طيب ربنا يبرك لك إن شاء الله ربنا يجعلك وأنت ومن تحب إن شاء الله ونحن معكم ندرك ليلة القدر وإن شاء الله ربنا ينور قلوبنا ويجعل رمضان ده يعيدوا علينا عواما عديدة ويجعلوا بارك لنا فيما بقيا من رمضان ويجعلنا من أهل ليلة القدر آمين يا رب سعيد بسمع صوتك الله يخليك هو سؤال بس على طول كده صوت دليفاني أنا في كان حاجة نقض بحتين كده فأنا مأجلهم عشان بعمل حاجة للمائدة طيب فمسموح أنا مش مسموح بس مش أكتر آه أنت بتقول عشان التعجيل بفعل الخير لا الزكاة لمصلحة الفقير آه يعني خلينا نقول أن حتى في الزكوات أنا ممكن أخرج الزكاة أخرج زكاتي وبعدين أعملها في شكل شهريات مثلا الفقارة إذا كان ده في مصلحة الفقارة بس لازم أخرجها من مالي إذن إذا كان التأخير ده في مصلحة الفقير لا بأس إذا كان التأخير ده لمصلحتي لا خلينا نعجل بدا لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب التعجيل بالخيرات إن شاء الله مش شاكري يا دكتور عمر أنا قطر ألف خيرك والناس ما تنسناش بس في الدعاء وتشكرنا بس القائمين على البرنامج يا رب شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك ألف شكرا بشوانس أبدا تشرفت وتنورت معنا مهبة أستاذ المهبة أستاذ المهبة طب هبة تقول لحضرتك يا أستاذ المهبة طب وتحاول تتصل مرة تانية بس يا سيدة إحنا دلوقتي لازم نكون واضحين جدا إن مسألة إن الطفولة دي فالطفولة نعمة الطفولة من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على الناس ولذلك تجي تحلل حق غريبة قوي قوي لما تجي تحلل الإنسان كده تلاقي أكتر شرائط موجودة في الإنسان شرائط يعني إيه؟ أكتر محاور موجودة في شخصيتنا محاول الطفولة إحنا عندنا ثلاث محاور للطفولة محاور الأولاني محاور الطفولة الطبيعية ده بتاعة الفرح واللعب والنكت وكل حاجة كل الشعوة كلها تكون في الطفولة الطبيعية وبعد كده عيب عندنا الطفولة المتمردة اشرب لبن لأ اعمل ده لأ دي اسمها طفولة المتمردة وبعد كده تيجي الطفولة لإيه؟ الطفولة الموزعينة اشرب لبن حاضر 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 دي الطفولة الموزعينة فعندنا أكتر نص نص الشرائط اللي عندنا ونص المحاور اللي في شخصيتنا رحل الطفولة ولزاك اللي حاصل الطفولة دي من أهم الحاجات اللي بتجدد حياة الإنسان وبتخلي قلبه لين وبتخلي قلبه حنين فالطفولة دي من أعظم من الله سبحانه وتعالى على البشرية الحاج مار يتفضل السلام عليكم يا شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يوفقك في برنامجك العظيم الله يعزك عظيم ذكر أهلية سؤالين بساط وبسرعة ذكرت في حديثك الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمخالد وعشان كده طال عمرها تعاوز يعني تديني لمحة بسيطة كده هل فعلا الدعاء وصلة الرحم بتطول العمر رغم أنه هو بيكون مكتوب في بطن أمه وهو جنين هذا السؤال الأولين نعم السؤال الثاني بزف إليك أنت شخصيا يعني بشرة عظيمة يا رب ولكل المستمعين يا رب وعن تجربة تقسم برب العزة أنا أصلا مهندس ولما ربنا كرمني وسفرت السعودية كنت فرحان جدا في شبابي فكنت يوم الجمعة يا فضلت الشيخ أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ألف مرة ممكن أجيبهم من بعد الفجر حتى الجمعة أو المهمة الحد قبل المغرب وكنتش لا أعرف أن اللي يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام يشاهده ويراه في الملام لكن لما قال لي جالي بقى فكنت عاوز أقول لحضرتك تديني لمحة عن الله كان خلقه السيدة عيشة تقول كان خلقه القرآن أكلمك كمان على إزاي الناس لما تشوف حضرت النبي تعمل إيه أقول لحضرتك يا بصب يا حضرتك وما أن سلمت عليه وما أن سلمت عليه فضلت الشيخ معي سامي حضرتك كويس وكلام حضرتك زي العسل وما أن سلمت عليه قال لي قل يا أيها المدكر فعاوزك تقول لي فيها حاجات ها أقول لحضرتك أقول لحضرتك أعوزك تطممني أقول لحضرتك على طول دلوقتي أول حاجة أن سيدة الأرحم بتطور العم طبعا بس هي مخالد ما كانتش حاضرة النبي دعالها كده دعالها أن هي قابلي وأخلقي يعني يطول عمرك دعاء ما كانش لي دعوة بسيدة الرحم أول لكن سيدة الرحم بتطور العم نعم من أراد أن يبارك له في رزقي وينسأ له في أجلي فلياصر رحمه حاضرة النبي اللي قال لنا كده أن ده بيطور عمره مع حسن العمل كمان كان العلماء حتى بيقولوا إيه أن سلة الأرحم تطيل العمر مع حسن عمل يعني يوفق صاحب سلة الرحم أنه يوفق الخير ويبقى من أصحاب الأخلاق الحسن بعد كده حضرتك كمان سألتلي لما الواحد يشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له قل يا أيها المدسر حضرة النبي بقى كده بيبشروا بشوية حاجات بيبشروا بايه بيبشروا بلطف الله سبحانه وتعالى وستر الله سبحانه وتعالى ويكرم الله سبحانه وتعالى لأن الحال اللي خوط بيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان حال ماذا؟ كان حال شرف وحال تكليف لكن مع ذا كمان بيبقى فيه معنى من معاني أن الواحد لازم يبقى ثابت ويبقى في حالة من حالة الوثوق من وصل الله سبحانه وتعالى وكرم هو ده المعنى اللي ممكن يكون في هذه الحالة معانا الأستاذة صحر أيها السلام عليك دكتور عمر اتوضى لحضرتك عليكم السلام عليكم بقول لحضرتك يا دكتور أنا بحبك أولا في الله عنه والجد الله يرحم الله يرضى عنك وإن شاء الله يجعلها في فسح الجنات يا رب يا رب باتمنى من حضرتك الدعاء يعني يا للسمعين يا الله ندعي له ونقول له يا رب اللهم اجعل قبرها منزلا للأنوار ومهبطا للأسرار واجعل قبرها مليئا بالنعيم وملئا بالنظر لطفك ورحمتك وبركاتك واجعلها يا ربنا ممن مننت عليهم بالوصل الدائم واجعلت قبرهم مزارا لأهل المحبة ومأهل اللطف يا رب العليم وفتحت لها بابا على الروضة الشريفة تزور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وعصيلة احنا يا سادة لازم دايما نعرف ان احبابنا الذين انتقلوا دايما احنا في الوصال معاهم وما كانش لولا ما احنا في الوصال معاهم ما كانش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا احنا لنبعث لهم الهدايا ودايما يا رب اكرم من انتقلوا من احبابنا الى رحمة ربنا واجعلنا دايما على وصال مع المولى المتعال ونوصل الهدايا لأحبابنا فاصل ونرجع نكمل معاكم اسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعنا الاستاذة سحر شكرا ان انت رجعت اتصلت تاني احنا هدعينا لولدة حضرتك كان عندي بسؤال ايوه يا دكتور بقول له حضرتك يا دكتور انا دلوقتي لما باجي اختم الصلاة واعودة دعينا من غير مدرأ انا ببكي 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 شديد فاللي حواليا بيقولي لك ده حرام انت بتعذف بيها فانه هو تبحث مين اللي حواليك دولا يعني انت عندكم مجمع فقهي في البيت مثلا عندكم دار الافتاء في البيت عندكم كفالة الشر يعني مركز مركز للبحث الفقه قولهم يسكتوا شوية يتاقوا الله سبحانه وتعالى ايه اللي حاصل انا اشرح لك بقى هم يمكن فهموا من الناس غلط ان ايه اللي حاصل في حديث الرسول الله سلم الميت يعذبوا ببكاء اهلي لا ده هو كان امرهم انهما يولولوا عليه ويشؤ الجيوب ويتحق لكن واحد بكى واحد بكى لانه عنده شفقة على والدته خلاص معلوش حاجة ده انما هي رحمة زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم لكن مين بقى اللي احنا نحذره اللي واحد اللي كل ما يجف ألم ولا يجف حزنه يروح يعني يروح حاكك الجرح بتاعه تاني عشان يرجع يبكي ويرجع يحزن لكن لو انت زي ما انت بتقولي كده الوصف زي ما انت بتقولي كده بيجري الدمع على عينك من غير لا حالة من حالات التزمر ولا حالة من حالات الرفض ولا السخط لا ما فيش حاجة ولا انت اثمة ولا حاجة واحدة ترفقوا بالناس الله يكرمكم نعم معانا مين استاذ صحر لسه عندها سؤال تاني تفضليني استاذ صحر ايوه يا دكتور بقول حضرتك يعني انا دلوقتي يا والدتي كانت مواصيانا محدش يصوت واللي عيصوت علي انا بريئة منه احنا عملنا بمصيصة لحد يصوت لا بنصوت ولا بنقول الكلام يغضب الله بس احنا انا واختي واخوية يعني ما بنيجي نعيط ما بنيجي ندهلها من غير تلقائيا بنبكي طيب موضية الرحمة احنا قلنا هي ديد الرحمة انتو عندكم شفقة عليها صح مش كده ايوه هي كانت بالنسبة لنا هي ابو وام احنا ابونا عايش بس مش موجود من حياتنا يا سيد يا سيد انا عايز اقولك حاجة عشان بس بنتعامل صح مع المسألة انت بالوقت انت كرها ان والدتك تروح تتنعم عند ربنا انت كرها ان والدتك تروح في المنزلة الحسنة انت كرها ان والدتك الله سبحانه وتعالى يناديها فتجيب انت كرها ان والدتك تحس براحة وبسعادة وان خلاص تشال من عليها الهم كانت قاعدة هنا تعبانة ولا كبيرة في السن بتتعب بتتعب لما تصلي وتتعب لا اراحت للراحة فأرحى الله سبحانه وتعالى فبلاش يكون عندنا شعور الأنانية وإذا كان أنت عندك شفقة خلي دعائك هو الشفقة بتاعتك والرحمة بتاعتك اللي أنت طلبها لأمك وهو دات الأفضل أستاذ أميرة من الجيزة تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله أحدكم طيبين وبصحة وبسلام إذن ألديك الصحة يا رب يا شخص الله يكرم حضرتك تفضلي بقول لها كان عندي استفسار عن حاجة بس تفضلي يعني جوزي هو جوزي ولي أخين تاني يعني هم تلات ولاية طيب فكان حماية اللي أرحمه جاب عربية يعني لأخوك كبير يعني هو قال لكل يعني للناس للتلاتة للعيلة يعني يعني هو لما اشترع عربية قال لدي للتلاتة تسرف على كله يعني طيب سؤال كتابها باسم حد كتابها باسم كبير طيب وعدين كميلي يا فاني كانوا هما الاتنين نسا مش متجاوزين وهو الوحيد فكتبها باسم الكبير وقال للكبير وقال لهم كلهم العربية دي ليكم عشان تصرف عليكم تامم وبعد ذهب بتاع مرافق كبير في العربية دي يعني ورح اتمرات الابن كبير استاني بس عشان افهم ورح اتمرات الابن كبير رح اتبايا دعابة او وحطاه في العربية ايوه بعدين تامم وبعدين جي لما اشتغل هو بالعربية دي وكان اخدها يعني هو بيشتغل بها النفط اللي هو الكبير اللي هو اخدها النفط طيب يعني انت بتسألي بقى هو اي حكم ان هو منافس وسيط مش ايه الحكم لما حماية وفة جمه هما بيوزاوا المراس هو طالب بعشر تلاف جنيه من كل اخ فيه قال ده دهب مراسي بقى طيب ايه تاني بقى العربية دي افلا السرقت في مرض حماية يعني لما السرقت خلاص استعوضنا ربنا خلاص طيب جيف توزيع المراس طالب بعشر تلاف جنيه من جوزي وعشر تلاف جنيه من نفط تاني فايحنا دفعنا الفلوس هل ده يعني ده صح ولا ده مصح لا مصح لان هي لما حطت الفلوس دي محطتش الفلوس على انها دين على كل واحد من اخواته وهو لما كان العربية مكتوبة باسمه دي ملكه هو فلو كان حد مدين حد فامراته مديناه هو مش مدين اخواته ليه طيب لانها لما دفعت الفلوس اي حد يعطي مالا بغير اشتراطي اعادة هذا المال فهذا المال هبة يعني انا اديت لي واحد مال وبقوله خد الفلوس دي عيوحمل خد الفلوس دي على ان هي هبة فهي اديت الفلوس لزوجها او اديت الفلوس ليه ومحتى بدل ما هي ما قالتش ان ده دين فهو مش دين او بدل ما حتى الظروف ما قالتش ان هو دين فهو مش دين يبقى هي ما لهاش حق ان هي كانت تاخد عشر تلاف من كل واحد لان الفلوس اللي حطتها في العربية كانت بتساعد زوجها وكانت متبرعة بيها لزوجها بس لكن هي ليه حق تاخد عشر تلاف دي بس خلي بال حضرتك ان اللي بقولهولك ده عشان عارف عارف ان في بعض الاحيين بيبقى فيه سنة مرازية ما بين الاهل كده لما تكونش المسائل عمرانة الكلام اللي بقوله ده على اللي انت قلتي عشان ما ناخدش الحكم ده في مسألة خلافية ونقول ايه اللي حاصل او الشيخ قال لحسن تكون هي دفعت تلاتين الف جنيه دفعت تلاتين الف جنيه وعمل ايه واخد عليهم وصولات امانة او دفعت تلاتين الف جنيه وهم كتبين لها كمبيالات ديها لا ازا هي كانت دفعت الفلوس بغير اشتراط يبقى خلاص هي متبرعة وليست دائنة استاذ محمد من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته امين يا رب العالمين بمشكلتجججججججججج جد جدا خلصة والزبط انت طارق قلت الزبط يعني انا ما ليش اصل انا بقى سمع فيه في السوت مش واضح اعني انا حصل مشكلة بين زبطي وجدتي فقولت للم culdك انت طارق اه قالي يا جوز ان انا رضاها مثل انت البيت او لا انت رد ملا مش فانش ازد او ولا رضاها مني فيها او لا هي دي اول مرة بتقول لها انت طارق اه اول مرة طب وكان اصدك ايه بانت طارق دي لكن مانا أقول لها بالله أنت طالق مشكلة حفظ بين أخوة بني والدتي وانا أقول لها انت طالق بالقاف كده اه يعني بدي بدي بأعطي وأنا ماشي عجبك حج محمد بس أنا ليه حاسس أنه انت عندك وسويس لا انت قلت لها انت طالق انت قلت لها انت طالق قده بالقاف اه طيب خلاص وانت بتقول ان دي أول مرة تقول لها الكلام ده ايوه حصل ايوه اول مرة ايوه هتشيل كلمة انت طالق دي من القموس وما تجيش جناحيتها خالص. ليه بقى? لان طالق دي الطلاق ده حرق للغيت وكبل الزيت وهدي للبيت. انسى خالص الطلاق ده. طيب. بس هو واقع. انت قلت له انت اسمع. طيب اسمع بس اسمع. بعدين مراتك ملاقاش دعوة. انت ايما لما يتخنقوا مع بعض تهدي بينهم. مش تروح تمطلق مراتك عقلي شوية سيد محمد. بلاش بلاش التسرع ده. اما انك انت قلت له انت طالق بالقاف. وانت في آآ كامل ادراكك ولا في حاجة مؤثر عليك ولا في حد بيكرهك ولا في اي حاجة. انت سمعني يا سيد محمد. سمعني يا سيد محمد سمعني. وانت مفيش طرق عندي مأزون ولا اي حاجة ولا في خلع ولا في الكلام ده خالص. طيب انت بقى بتسأل هل يمكن ان انا اراجعها في العدة? اه طبعا انت اراجعها في العدة. يجوز لك ان انت تراجعها في العدة. نعم. يبقى ايزا انت يجوز ان انت تراجعها في العدة? تقول لها راجعتك الى عصمتي. هل ده يشترط فيه ان هي توافق? لا. لان هي في فترة العدة ما زالت في حكم الزوجية. واذاك لو حد توفق التاني يكون ليه نصيب المراسل انه مازال في حد الزوجية. يبقى ايزا انت يجوز ان انت تراجعها ما دامت في العدة? بص يا سيدي. احنا تكلمنا النهاردة عن لطف حضرة النبي. وتعالوا ننفع اكف الدراعة. وندعي الله سبحانه وتعالى بدعاء. مليء بالانوار. ومليء بالبركات. ومجرب في العشر الاواخر. ونقول. يا سيدي ومالكي. يا من جبرت على الدوام كسري. وفككت من نفسي اسري. اسألك بجودك الذي اخجل فؤادي من جمالي ودادك وتدبيرك. ان تنظر الي فتقبل قلبي في قلوب احبابك المقربين. الذين تتجلى عليهم بانوار محبتك. فلا يشعرون الا وقد غمست قلوبهم في انهار الرضاك. فطهرتهم من كل اكدارهم. فعادت قلوبهم تتلألأ بجمير نور عطفك وحنانك. تعالوا الانوار مرة تانية الدعاء. نور يا سيدي ومالكي. يا من جبرت على الدوام كسري. وفككت من نفسي اسري. اسألك بجودك الذي اخجل فؤادي من جمالي ودادك وتدبيرك. ان تنظر الي فتقبل قلبي في قلوب احبابك المقربين. الذين تتجلى عليهم بانوار محبتك. فلا يشعرون الا وقد غمستهم في انهار الرضاك. فطهرتهم من كل اكدارهم. فعادت قلوبهم تتلألأ بجميل نورك. وجميل عطفك وحنانك. يا رب اجعلنا دوما مع حضرة النبي. ودايما نقول له. واحنا بننظر الى وجه الكريم. وحقق يا حبيبي ان قلبي يطير اذا ذكرتك في خيالي. فكيف اذا رأيت بام رأسي جمال الحسن في احدى الليالي. يا رب بارك لنا في سيرة حضرة النبي. ودايما نكون في يده. ويا رب ما تحرمنا ابدا ان احنا ندخل على حضرتك. واحنا في ايد حضرة النبي. وكمان نلنا شفاعته. يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين.